بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون معتادل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل الحرارة على جنوب سينة وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء وفيه كمان فرص لعمطار خفيفة متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين بالتحديد خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل أستاذ مشاهدين أهلا بك أهلا بكي وطمانين عن حالة التقصى النهاردة في شابورة في أمطار وفين بتحديد بالفعل اليوم بنشهد أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية الأجواء دي بسبب انتداد منحفة جوية في طبقات الجو العليا هيعمل على تفاصيل الصحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ممكن تأثيره أكتر في المناطق السحالية المطلة على البحر المتوسط بالإضافة كمان كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتعمل على استمرار انخفاض ضربات الحرارة في فترات النهار والأجواء المعتادلة تماما خلال فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية مقلة للحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار خلال فترات الليل سنلاحظ الانفصاد الملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل الصباح الباكر الصغرى بتوصل لستاشر وسبعتاشر درجة مقاوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى أجواء مقلة للجهودة على كافة لنحاء بالإضافة كمان اليوم هيكون فيه فرص لسقوط الأمتار هتكون ما بين الخفيفة قد تكون متوسطة بعض المناطق من المحافظات الليل على البحر المتوسط مروراً طبعاً بمطبوح الأسجنزرية شمال الوجه البحري زي البحيرة قطي الشيطة الدقاهلية دمياد بستعيد رفع العريش المناطق دي كلها معرضة لسقوط الأمتار هتختلف كمياتها من منطقة المنطقة لكن مجملها أمتار خفيفة متوسطة بعض المناطق أيضاً الأمتار هتمتدل بعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر دي مرسة علم راسبناس حلايب شلاتين المناطق دي أيضاً معرضة لسقوط الأمتار بالإضافة كمان إن احنا إن شاء الله غداً متوقع أن خرص الأمتار هتبدأ تتلاشى وتنحصر فقط في سواحين ما الشمالية يمكن كمان تبقى كرصتها قليلة جداً ومع يوم الجمعة هيكون تستقرار في الأحوال الجوية اجتفاع طفيف في درجات الحرارة لحوالي درجة درجتين العظمة جوصة لـ 25 درجة مقوية على القاهرة الكبرى كل الأيام القادمة وطبعاً نتيجة الإستقرار في الأحوال الجوية هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية اللي هتأدي الانخفاض في الرؤية الأفقية إن شاء الله تدامح تكون إن شاء الله من الخميس والجمعة طيب الشبورة المائية دي هتكون كتيفة أكتر في أي مناطق بالظبط عشان الناس تتعرف هي طبعاً الشبورة المائية بتكون معاك تكونها الأول في الساعات المتأخرة من الييل وتتمر حتى ساطوع أشعة الشمس بتقديل انقفاض كبير في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من الفطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدر القناة، محافظات شمال السعيد وأيضا المناطق الموجودة في سواحلنا الشمال مشكرك في نهاية شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية مشاهدين تعالوا دلوقتي انتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة نبدأ بالقاهرة العظمة فيها 24 والصغرى 17 العاصمة الإدارية 24-17 اسكندرية 23-17 العالمين الجديدة 23-17 مطروح 22-16 دميات 23-19 بورسعيد 22-18 اسماعيلية 25-16 السويس العظمة فيها 25 والصغرى 17 العريش 23-17 كاترين 17-10 مطابة 23-20 حلايب 25-21 شلاتين 29-21 شرم الشيخ 26-19 الغرداء 27-19 الفيوم العظمة فيها 24 والصغرى 17 بني سويف 24-14 الوادي الجديد 24-12 اسيوت 23-12 سهاج 24-13 قنة 25-16 لقصور 24-17 وأصوان العظمة 27 والصغرى 17 وبكده نرجع مرة تانية بعد معرفنا حالة التقصي النهاردة ودرجات الحرارة نرجع للأحمد ومننا نتابع معهم باقي فاكرات سباعة خيرية مصر شكرا لكي لامي موسيقى موسيقى المترجم للقناة